بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابي وطالباتي عبر قنوات عين Hello my students How are you everyone? All good? الحمد لله نبدأ الدرس لهذا اليوم المرحلة هي المرحلة التأهيلية لصفوف التربية الفكرية الصف الأول التأهيلي الفصل الدراسي الأول المادة لغة إنجليزية موضوع الدرس نستكمل بإذن الله lesson 5 seasons والكلمات هي summer and winter معكم إلهام الهوش Online class rules قوانين التعلم الإلكتروني Our class rules is قوانين الصفية Looking eyes ننظر جيدا إلى الدرس listening ears آذاننا تصغي إلى ما يقال Quiet mouth نلتزم الهدوء حتى نستطيع الانتباه والتركيز في الدرس Helping hands نرفع أيدينا لطلب المساعدة ونقدم يد المساعدة لأصدقائنا عند الحاجة Lesson 5 is seasons من يتذكر ماذا تعني كلمة seasons How many seasons in the year كم عدد فصول السنة Four أربعة إذن كلمة seasons تعني الفصول أو فصول السنة وسيكون الهدف العام لهذا الدرس Main objective After lesson 5 My students will be able to name the seasons مع انتهاء الدرس الخامس سيتمكن طلابي وطالباتي من تسمية الفصول Learning objectives أهداف التدريس After this lesson My students will be able to مع انتهاء هذه الحصة سيتمكن طلابي وطالباتي من Name the summer season when they ask to تسمية فصل الصيف عندما يطلب منهم ذلك Name the winter season when they ask to تسمية فصل الشتاء عندما يطلب منهم ذلك نشاهد هذه الصورة ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ ولد بماذا يشعر هذا الولد؟ بالبرد أحسنتم ماذا يرتدي هذا الولد؟ يرتدي ملابس ثقيلة أم خفيفة؟ ثقيلة أحسنتم متى نرتدي الملابس الثقيلة؟ متى نرتدي هذه الملابس؟ هل نرتديها في فصل الصيف؟ ناو نرتديها في أي فصل؟ الشتاء ماذا يسمى الشتاء باللغة الإنجليزية؟ يسمى winter repeat after me winter ماذا تعني كلمة winter؟ شتاء أحسنتم أو فصل الشتاء الصورة التالية ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ فلننظر جيداً نشاهد بنت ماذا تشعر هذه البنت؟ تشعر ب الحر ماذا نرتدي عندما نشعر بالحر؟ ملابس ثقيلة أم خفيفة؟ ملابس خفيفة ماذا نرتدي الملابس الخفيفة؟ هل نرتدي هذه الملابس في الشتاء؟ ناو نرتديها في أي فصل؟ فصل الصيف ماذا يسمى فصل الصيف باللغة الإنجليزية؟ repeat after me summer 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 great job مرة أخرى ماذا يسمى فصل الصيف؟ summer ماذا يسمى فصل الشتاء؟ winter أحسنتم now open your book page 204 صفحة مئتين وأربعة practice number one listen and say نستمع ونقول فلنستمع معاً practice one listen and say summer summer winter 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 practice one listen and say summer 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 winter 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 great job great job إذا ماذا يسمى فصل الصيف؟ summer great job ماذا يسمى فصل الشتاء؟ winter أحسنتم رائعين يا صلابي page 205 page 205 صفحة 205 practice number two التمرين الثاني match and say ماذا تعني كلمة match match نصل أحسنتم نصل بين الكلمات والصور الكلمة الأولى هي winter ماذا تعني هذه الكلمة؟ winter فصل الشتاء where is the winter clothes؟ أين هي ملابس الشتاء؟ where is the winter clothes؟ أحسنتم أحسنتم this is the winter clothes الكلمة الثانية هي summer ماذا تعني كلمة summer؟ summer summer صيف أحسنتم where is the summer clothes؟ أحسنتم this is the summer clothes هذه هي ملابس الصيف نصل بهذا الشكل أحسنتم في نفس الصفحة practice number three التمرين الثالث match and say نصل و نقول نصل بين الكلمات والصور الكلمة الأولى هي winter ماذا تعني؟ winter شتاء أحسنتم ماذا نشرب في فصل الشتاء؟ هل نشرب المشروبات الباردة أم الساخنة؟ excellent the hot drinks المشروبات الساخنة الكلمة التالية summer summer تعني فصل الصيف أحسنتم ماذا نشرب في فصل الصيف؟ مشروبات باردة أم ساخنة؟ باردة the cold drinks نصل بهذا الشكل هل انتهينا من هذا النشاط؟ excellent page 206 الصفحة التالية practice number 4 التمرين الرابع color and say ماذا تعني كلمة color؟ color نلون ماذا تعني كلمة say؟ نقول نلون ونقول ماذا سنلون؟ الكلمات كلمة summer وكلمة winter والصور التي تدل على summer and winter نقوم بتروين جميع هذه الأشكال سيكون هذا النشاط home work واجب منزلي نقوم بحل هذا الواجب في المنزل next page page 207 صفحة 207 practice number 5 التمرين الخامس trace and say ماذا تعني كلمة trace؟ نكتب على ماذا؟ نكتب على النقط أحسنتم ما هي الكلمات التي سنقوم بكتابتها؟ أي فصل؟ فصل الشتاء ماذا يسمى فصل الشتاء؟ winter great job وفصل الصيف أحسنتم وماذا يسمى؟ summer excellent نبدأ بالكتابة فقط على النقط كلمة winter كلمة winter الكلمة التالية هي summer نكتب على النقط summer great job recommendations recommendations أو التوصيات do your homework color the words summer and winter and the picture also نلون الكلمات كلمة summer وكلمة winter والصور الدالة عليها practice كيف نتدرب على هذا الدرس؟ من خلال تسمية فصول السنة بأسمائها باللغة الإنجليزية ما هي الفصول التي تناولناها؟ winter and summer great job be prepared for the next class نستعد جيداً للدرس القادم سنتناول بإذن الله مراجعة حول جميع الدروس التي تناولناها في الفصل الدراسي الأول لذلك من المهم تصفح جميع الدروس والتأكد من عدم وجود أي سؤال أو استفسار listen to an English language من المهم استمرار الاستماع إلى اللغة الإنجليزية حتى تزداد عدد الكلمات لدينا وتصبح هذه اللغة أكثر سهولة درس اليوم all about the seasons والكلمات الجديدة هي summer وتعني فصل الصيف and winter وتعني فصل الشتاء شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته